حين أطل الرئيس الأمريكي باراك أوباما على شعبه هذا الصباح وتبعته أيضا الناس في تهران عن هذا الحدث ينضم إلينا من واشنطن إيلان بيرمين نائب رئيس المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية في واشنطن أهلا بك سيدي بداية هل يمكن القول أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حقق إنجازه الدبلوميسي الأكبر عبر صفقة إيران أعتقد أن الجواب نعم ولا بالطبع إن صفقة إيران تعد حجر الأساس لسياسة الخارجية لهذه الإدارة في خلال ولاية ثانية إذا ما كان هذا نجاحا كبيرا أم لا ذلك يبقى أن نراه من الواضح أنه نجاح تكتيكي ولدينا صفقة أو اتفاق الذي صراحة يحقق بعض من أهداف الولايات المتحدة وبعض الأشياء لا تريدها الولايات المتحدة وبعض من طموحات الإيرانيين وليس نجاحا أو نجاحا إذا ما كان نجاحا عن المدى البعيد سنراه في المستقبل نعم ولكن الاتفاق بالطبع يثير انتقادات برأيك هل سينجح الرئيس أوباما في حجر الدعم السياسي المطلوب له؟ أعتقد أن الإدارة ستحول اهتمامها إلى الكونغرس بدلا من فيينا وتقاضي الكثيرا من الوقت في تقديم الحجة لأعضاء الكونغرس وللشعب الأمريكي بأن هذه الصفقة ليست مثالية ولكن على الأقل تقوم بتلبية أهداف الكثير من الأهداف الولايات المتحدة والسؤال الذي يظل إذما أن الكونغرس سينظر بشكل نقضي جدا لبعض البنود الأساسية لهذا الاتفاق ما إذا يمكنها أن تطلع على برنامج إيران النووي وعلى البعد العسكري لهذا البرنامج كل هذه الأمور ستكون موضعة جدا في الكونغرس وفي الولايات المتحدة نعم برأيك هل تتوقع أن تكون هذه التفاهمات أوسع نطاقا وتتعدى المشروع النووي إلى ملامح ربما رسم علاقات وسياسات وتفاهمات مشتركة بين طهران وواشنطن في المنطقة أعتقد ذلك وهذه من بين نقاط الجدل في واشنطن البيت الأبيض تكلم عن الاتفاق كأتفاق تكتيكيا خصف فقط القضايا النووية ولكن في الواقع فإن الولايات المتحدة كان لديه اختلافات مع إيران في عدد من القضايا تخص سلوكها بما في ذلك دعم مجموعات إرهابية كحماس وحزب الله وبسبب ذلك ما نحن نخاطر به توقيع على صفقة نووية ولكن إهمال وعدم الاهتمام بسلوك إيران في مسائل أخرى وهذا ما يقلق منه أعضاء الكونغرس وحلفاءنا في المنطقة بأنه في السعي إلى صفقة نتجاهل أبعاد أخرى لسلوك إيران السيئ طالما تحدثت عن الإرهاب يعني ماذا عن الدور الذي قد تلعبه إيران في مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط هل يمكن أن يكون ذلك عامل للاستقرار برأيك أعتقد أن البيت الأبيض بالطبع يعتقد ذلك وفي هذه الحالة ما نتحدث عنها هو الاستقرار في العراق وكذلك المواجهة الدول الإسلامية من الواضح أن البيت الأبيض مهتم جدا في أن تكون هناك استراتيجية قوية ضد داعش ولكن من الواضح أنه على مستوى السياسي أنه متردد في الاستثمار أنواع القوى العسكرية على الميدان لتحقيق ذلك الهدف وفي هذه الحالة لو دينا انفراج مع إيران الأمل في واشنطن أن إيران ستنجز بعض العمل بالأصال عنه ولكن هذا الاعتقاد و هذا الأمل يقابله كذلك تطورات غير مفيدة وهي أنه في إطار عملية الحصول على تخفيض في العقوبات على إيران إيران في نفسها تتكون في حوزتها مزيدا من الأموال لدعم مجموعات كحماس وحزب الله وكذلك ميليشيات شعية في العراق التي لا تسهم في استقرار المنطقة نعم سيد إيلان بيرمن برئيس المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية في واشنطن كنت معنا شكرا لهذه المشاركة مشاهدين في واشنطن وطهران تتجه الأنظار الآن إلى الكونغرس الأمريكي ومجلس الشورى الإيراني فإن لم يكن مطلوبا منهما إبرام النص إلا أن بوسعهما عرقلته نتابع التفاصيل في هذا التقرير بعد 16 يوما قضي الأمر في فيينا وأثمر فرحة طهران وريبة تل أبيب وانقسام واشنطن وقلق الخليج وإشارة النصر هذه التي يلوح بها هذا الرجل كانت كافية لتحمل الكثير من الإجابات على تساؤلات الناس في كل مكان جمهورية إسلامية إيران أنا سعيد من أن جمهورية إيران الإسلامية وبعد 23 شهرا من التفاوض مع الدول الست الرئيسية في العالم قد وصلنا إلى نقطة تحول بمنطقي لا غالب أو مغلوب لا منتصر ومهزوم الصفقة أنجزت برسم الأمنيات ولكن شيطان التفاصيل ما زال يقمن ما بين ثناياها قد يحرك جدل التأويل والتفسير من جديد ليعطل التطبيق ويفتح الباب على مصرعيه أمام عودة صراع دام لعدة سنوات خلافاتنا حقيقية لا يمكن تجاهل تاريخ من العلاقات الصعبة بين الأمتين هناك إمكانية للتغيير هذا الاتفاق يوفر فرصة للمضي في اتجاهنا الجديد علينا أن نقتنمها سيذكر التاريخ حكاية خطاب هذا الرجل الذي أنهى أكثر من ثلاثة عقود من الريبة المتبادلة بين طهران وواشنطن أما هذا الوزير فلعل ما تبقى من آلام كسر فخذه تضمدها صفقة كان حبرها والطريق إليها مفروشا بالكثير من الشوك والقليل من الورود والكثير من الأمنيات وهو أمر معتاد في منطقة اشتهرت على مدار التاريخ بأنها أرض صناعة المفاجآت مستمرون معكم في رأس تفاعلات الصفقة مع إيران بوشرة من واشنطن ويضم إلينا الآن آدم أرلي المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أهلا بك سيدي بداية على ماذا تنطوئ التفاهمات الأمريكية الإيرانية وبرأيك ما هي حدودها وإلى ما ستصل الصفقة متوفرة على الإنترنت بإمكان الجميع أن يطلع عليه ذلك النص ويحد أنشطة إيران في ناحية تخصيب اليورانيوم ونحية البحث والتطوير في الطاقة النووية وكذلك ينص على تدقيق سارم وتفتيشات على الأنشطة النووية العسكرية منها والمدنية وكذلك تعاون فيما يخص محدودية على البرنامج النووي ما يعني مقابل ذلك تخفيف العقوبات تدريجي وكذلك رفع العقوبات الأممية التي نص عليها مجلس الأمن والتي هي تخص خرق السلم العالمي في التلخيص أو ملخصا إيران قابلت بالتفتيشات وكذلك في مقابل رفع العقوبات نعم سيد برايك إلى أي حد أسهمت رسائل الرئيس الأمريكي براك أوباما ويدها الممدودة لتهران في حمل قادة ذلك البلد على إعادة التفكير في طموحاتهم النووية أعتقد الأمر المهم في فهمه أن الزمن سيقول لنا ذلك الصفقة مدة 15 سنة والإدارة تقوم برهان بأنه في خلال 15 سنة أو في غضون ذلك فإن كبح البرنامج النووي ورفع العقوبات فإن إيران ستكون في موضع آخر ولا تحاول حصول على سلاح نووي ولا تتدخل بشكل غير مسؤول مع جيرانها وأن تكون أكثر مسؤولية على الساحة الدولية طرحة لا أعتقد أن ذلك الرهان سيؤتي أكله أعتقد 15 سنة من الآن إيران ستكون في موضع أفضل وأقوى مما هي عليه الآن وهي ستكون قادرة على بناء برنامج نووي الآن هم فقط أخروه سيرون حظر السلاح يرفع عليهم وكذلك الحظر والعقوبات ترفع عليها ستكون في حوزتهم الأموال والقدرات أكثر لنتذكر أن الهدف الاستراتيجي لإيران لم يتغير أنهم يريدون الحصول على سلاح نووي ويسيطروا على المنطقة في نفس الوقت وصفقة تسمح لهم القيام بذلك لربما تؤخير بعض الشيء ولكن لا تقفهم وأنا حقيقة غير متفائل بهذه الصفقة وأعتقد أن البلاد المتحدة والغرب هم الخاسرون في هذه الصفقة نعم وصلت الفكرة دعنا نتحدث عن دول الخليج اليوم أين هي من هذه التطمينات خاصة من الإدارة الأمريكية خاصة بعد القمة الأخيرة التي جرت بين الإدارة الأمريكية والقادة الخليجيين هنا في كامب ديفيد ربما يجدر بك أن تسأل قادة الخليج عن ما يخطر ببالهم أو انتباعهم لا ليست في مكان المناسب ما من شخص يتفهم أكثر طبيعة النظام الإيراني وطبيعة طموحاته وطبيعة نواياها من البلدان المجاورة لذلك البلد العراق بالطبع بإمكانها أن تتحدث إلى ذلك ويمكنها أن تتكلم عن مستقبل وهي بجانب إيران والسعودية والبحرين والإمارات وقطر والكويت كلها بلدان تشعر بالتوتر ولا أرى في هذه الصفقة في أي شيء سيطمئنهم نعم بالطبع نحن سألناك كي نستفيد من خبرتك وأيضا من كراتك وبالطبع كانت الإجابة وافية أدم أرلي المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شكرا لمشاركتك معنا في برامج اليوم على الحر أهلا بك ترجمة نانسي قنقر